موسيقى بالمباشر نتابع في الفقرة الأخيرة مع الزميلين ألاء ترشيشي وإياد خليف موضوعنا اليوم إياد يمني صحيح رواد الموضوع أكيد عن اليمن بدي يكون بعد التطورات الأخيرة التي صارت باليمن من المواقف علي عبد الله صالح من التطورات الميدانية التي كانت تصير بها الفترة خلال اليومين الماضيين مشان هيك كان سؤالنا لليوم رغم غارات التحالف الصواريخ بعد أن تطلق من صنعاء على دول الخليج فهذا كان سؤالنا لليوم نروح لعند ألاء لحتي نشوف كيف كان التفاعل على السوشيال ميديا اللي جبت رجعين لعندك بس نرشوف أكثر خلال هاليومين شو الهاشتاغ الأبرز بالنسبة لليمن شو التويت أو التغريدات والكومنتات الأكثر جدلية طبعا هاشتاغ اليمن وهاشتاغ أبو ظبي إضافة إلى هاشتاغ الصاروخ الحوثي هنا اللي كانوا أكثر انتشارا بأول فترة من بعد ما طلع خبر إطلاق الصاروخ كانت التعليقات كلها رايحة باتجاه عم بتأيد هذا الشيء ومنها هذا أول هدية ترسل إلى الإمارات من رجال اليمن بعد هروب صالح وخيانته لشعبه صاروخ يهز أبو ظبي والمزيد قادم بتغريد تاني قال ما مدى التسرب الإشعاع الذي خلفه إطلاق صاروخ حوثي على مفاعل براكة نووي بأبو ظبي يجب على أبو ظبي الإفصاح عن مدى الإصابة وتطمين المواطنين والمقيمين من خطورة الإشعاع ولكن من بعد ما نفت الإمارات حدوث ذلك رحت التغريدات باتجاه تاني وكان من أبرزة يا ناس صاروخ الجزيرة طبعا بالنسبة لمحطة الجزيرة التي تبنت هذا الخبر تأخر ما وصل أبو ظبي أحد يشوف لنا وين وصل صاروخ حوثي نحن خليش هي واضحة يا دول كتب أبو الصياغة صاروخ حوثي مسرحية قدرة ويا ربي يصير الصدق ونشوف الغارات الإماراتية يعني هذه كانت أبرز التغريدات حول هذا الموضوع يعني الهاشتاء كانوا موزعين حول هذا الموضوع نفسه ويمكن بتخيل بين مبارح واليوم هي تركيز الأكتر على السوشال ميديا لكنها عم بيكون عن اليمن صحيح كانت من المواضيع التي تريندينك على التويتر خاصة نعم إياد على كل حال يمكن المواضيع الخليجية أكثر نشوفها على التويتر دائما تفاعل ما عم بيكون إياد شو الأبرز بالنسبة للتعليقات التي أجت على صفحة البرنامج الأبرز كان بخصوص التطورات اليمنية هو الصاروخ الذي أعلن الإعلان الحربي عن إطلاقه للإمارات وبعدين رجعت الإمارات نفتو أبرز التعليقات كانت على التويتر الغارات الجوية لم تحقق حسما على الأرض يومان دائما الأرض تنطق وتلين لرجالها اليمنيون الذين يعمل على شيطانتهم وتجويه صورتهم هم أهل هذه الأرض ببساطة أمامنا سيناريو حرب تموز وصمود حزب الله وإطلاقه لمجموعة صواريخ لم نتوقعها نحن من ناصرناه أما اليمن وما أدراك اليمن صمود شعب عظيم رواد هي كانت أبرز التعليقات عمشوف تعليق حدا من السعودة على ما يبدو من الصورة وشفت شوي قدام حاطت أنه من سعودية أنصح أن تأخذ المؤن جيدا لأن الأيام حبلة باللطم والانهزام لأعدائنا أليس الصبح بقريب وكمان كيف يرد يمكن عليه من محمد عوال نفس الشخص الذي قال له يا عزيزي أن أرادت السعودية الحرب فحزب الله للحرب عاشق وأما عن النتائج فهي أنتم في اليمن تتمرغون هذه كانت التعليقات اللي فتل أنه بهذه الفكرة أصنع ألاحظ أصبح أخذوا رد أكثر على المواضيع مثل ما دائما ترصد على السوشال ميديا أنه أكثر يردوا على بعضهم وهالمرة بين الخليجيين جمهور المقاومة يمكن أن يصير أكثر الحرب نعم مثل ما نعرف أنه صارت مواقع توسل الاجتماع هي إنعكاس للصراع الذي يكون على الأرض ومن الواضح أن دول الخليج ومقدمتها السعودية يترصد أي تعليق بهذا الخصوص خاصة على موقع توتر خصوصا في توتر السعودي لبناني على خلفية الأحداث التي صارت مؤخرا مضبوط فهي دعم تساعد فكمان تساعد لهذه القصص على السوشل ميديا على كل الشئ بعد ما قطعنا بهذه الفقرة هو الفيديو المصور الذي يصلنا من أحد الناشطين عادة يكونوا على مواقع التواصل الاجتماعي ويحكوا بالشئ السياسي اللي نختم فيه الفقرة اليوم مع مين إياد الفيديو اليوم الفيديو كان مع علي طالب رح نروح لحتى نحضر سوا البارحة أعلنت السعودية على لسان فنواتها العالمية الرسمية عن عودة صنعات للحضن العربي أول مرة نتطفق مع الخطاب الصعودي من هيدا الحضن العربي اليوم صباحا نطلق صاروخ مجنح عربي الصنع بأيادة وسواعد يمنية وصل لأبوضبي الدولة التي تشارك بالعدوان الظالم على أهل اليمن وشعب هيدا الرد اليمني بيندرج ضمن الإطار القانوني الشارعي اللي بيجيز لأي دولة محتلة مقارعة المحتل فكيف إذا الإمارات وهي الدولة اللي بتشارك قوة وبشكل متقدم في العدوان على اليمن واللي بترتكب بيحقوا أبشع الجرائم حيث تصير الإحصاءات إلى ما يزيد عن مئة ألف طفل مهددين بالجوع والمرض والموت حسب إحصاءات الأمم المتحد الرد اليمني اليوم هو رد ورسالة قوية لتغير كل معادلات الصراع في المنطقة مفادها أن الشعب اليمني جاد في مقاومته وأن الخطوط حمراء تقيده في مقاومة هذا المحتل وقد تنقل المعركة إلى الرياض وإلى أوضبي وإلى ما بعد أبوضبي نعم هذا كان الفيديو من علي طالب لح تحكي كمان عن التطورات الأخيرة باليمن رواد هي عد الوقت شوية همنا بهذه الفقرة اليوم ونحن نكتفى بهذه القدر شكرا لكم كمان شكر لضيوفنا بالفقرات السابقة براهيم الصقر الناشط السياس والحزب القوات اللبنانية المحاضرة بقسم الدراسات العليا بالعنون الدولة الدكتور أنطوان سعد ورئيس الاستشارية للدراسات عماد رزق باسم فريق عمل برنامج بالمباشر ترشيشي يا دخليف وأنا نشكر متابعتكم تبقوا بخير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة